نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل ضمن وفد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطن والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع السادس عشر للمجالس التشريعية الخليجية الذي تستضيفه سلطنة عمان حاليا واستعرض سموه تجربة الشورى العمانية التي ترتكز على إرث حضاري وتستجيب لمتطلبات العصر مشيدا بما يقوم به مجلس عمان من دور بناء بالتعاون مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد مؤكدا سموه على أهمية الدور الذي تطلع به المجالس التشريعية الخليجية في توطيد التعاون وتعزيز الروابط بين شعوب دول مجلس التعاون تحقيقا للأهداف المنشودة وتم استعراض مسيرة المجالس التشريعية الخليجية وتجربة كل دولة في بناء مؤسساتها التي تحقق أفضل مردود لمسار العمل الوطني كما تم استعراض التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون عن شكرهم لسلطنة عمان لاستضافة الاجتماع والتحضير الجيد الذي ساهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية كما أشهد بدعم سلطنة عمان المستمر والدائم لمسيرة التعاون الخليجي مشيدين بالتجربة العمانية في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتعزيز ركائز البناء الداخلي الذي يوفر الحياة الكريمة لكفة المواطنين اشتركوا في القناة